كل دا انتا محتاجين تعليق تاني طب انا انا بس يمكن يمكن كلامي ياخد وقت كتير شوية السياسة احمد الحقيقة لان يعني انت اخترتوا ملفين في المنطقة الاهمية هو عبارة عن الوجه مصر سواء كان السياسة الخارجية او السياسة الامنية الداخلية وانا هحاول اقول مش هقول نفس المفردات اللي قالها السادة الوزيرة الخارجية او حتى السادة الوزيرة الداخلية لان انا دالما ببقى يعني بستهدف الناس اللي موجودة في الناس البسيطة قوي لان دال يعني دول الاغلب والمفكرين والمثقفين ممكن يكونوا الصابعين الكلام دا واكتر منه كمان الناس اللي عادت معايا في 2011 قلتلهم الدولة المصرية بقت انتبهوا وكان هم مش مستغربين قوي لكلام دا وكلام دا كتير من يعني من الاعلاميين والمفكرين اللي كانوا موجودين في الفترة ديت انا عادت معاهم وقلت لهم الدولة المصرية الروابط بتاعتها تفكت الروابط بتاعتها هي يا سيد احمد يعني يعني الروابط بتاعتها تفكت انا اعتبرت ان الدولة بمؤسساتها مش انا اللي اعتبرت دا الواقع بيقول كده الدولة بمؤسساتها هي عبارة عن احزمة بتحكم الحماية والامن والامن للدولة من اول مؤسسة الرئاسة لما للدستور للمؤسسات البرلمانية للمؤسسات الوزارات المختلفة كل مؤسسة يتم استهدافها انت بتفك حاجة في الدولة كل مؤسسة بيتم استهدافها انت بتفك حاجة في الدولة فتصور او تصوروا انك انت استهدفت مؤسسة الرئاسة احنا هنا مش بنتكلم على اشخاص احنا بنتكلم على حالة بنتكلم على ايه حالة دولة مش حالة رئيس ولا نظام ابدا انتبه لما استهدف المؤسسة دي انتشرت الرأس اللي بتسيطر على مفاصل الدولة دي ثم رح تمستهدف جناح من اجنحة الامن القومي المصري هي وزارة الداخلية ومش بس كده ورح تداخل على عمل وقيعة اتحطت لها محاولات كبيرة جدا منهم الوقاعة بين الداخلية والجيش المحمد وقالوا ان الجيش ثابت داخلية وراتها يعني ثابت هل يقول كلام مظبوطة محمود ده الحكاية ثم ابتدت بقى البرلمان وكان بغض النظر مش دعوة موضوع ان ده كان انتخابات مظهرة ومش مظهرة انا بتكلم على انك انت كان عندك مؤسسة المؤسسة دي انت فكتها بغض النظر عن العوار اللي فيها لكن انعكاس التفكيك اللي حصل في الدولة المصرية في الوقت ده كان هيكون ليه تأثير عميق جدا جدا على استقرارها ومستقبلها بعد كده لان كل مؤسسة انت فكتها هتبقى عايز ترجحها هتقدر ترجحها ولا لأ المصار بتاعي رجحها المصار مش سهل مثال انت حلت البرلمان عشان ترجع البرلمان عايز ساعة من الانتخابات طب فيه استقرار ولا ما فيش طب القوة السياسية جاهزة ولا مش جاهزة طيب انت حتقدر تأمل الانتخابات دي ولا لأ طب انت عندك قدرة تأملية انك انت تتمويلها ولا لأ شوف عشان تيه انت جيت ايه حلتها في ثانية حلتها في ايه فكتها في ثانية لكن استعادتها مش في ثانية طب نفس الكلام مؤسسة رئاسة انت فكتها شلتها طب عايز ترجحها خش بقى في مصار هنعمل الدستور الاول ولا هنعمل البرلمان الاول ولا هنعمل الرئاسة الاول وتخش في المتهدية اللي من خلالها حالة الهشاشة اللي بتتعرض لها الدولة في المرحلة دي في منتهى منتهى الخطورة خاصة في دولة عددها كبير والظروف الاقتصادية بتاعتها صعبة جدا جدا وفيه عناصر موجودة فهمة غلط انه لما هتوقحها هتاخد هتوقحها ايه هتاخد وهو مش فاهم لانه مش متعلم ان اللي بيقع ما يفعش اتاخد اللي بيقع ايه اللي بيقع ما ينفعش يتاخد خده وبعدين ها لهم ما وجدوه ها لهم ما وجدوه وانا بقول الكلام ده عسى ان يكون منهم رشيد يفهم ان عمر الربنا سبحانه وتعالى لما يرد يعني يعني يحافظ على بلد محد ابدا يقدر يكسرها قبل واللي حصل ده كل مقاومات التدمير وهدم الدولة كانت متوفرة مفيش كلام مفيش مؤسسة كانت على حل عاد الجيش وكمان اتعمال له مخطط كبير جدا 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 للإساءة ليه وتشويه صورته وتشويه صورته حتى لا يكون له دور في المرحلة او تاني يعني كل مؤسسة الدولة تم اسقطها عشان تبقى دولة بلا دولة وتمشي الدولة كده بعد تدمير الإسام والمدريات الأمن ولمؤغزة الكنائس ومشع كل ما يمكن ان هم قدروا ايديهم تطول لهدمه لم يتورعوا عن هدمه وانا والله بيتقول لا يمكن ربنا يمكن الاشرار ابدا والله بيتقول كده وانا ما كانش فيه امل ما كانش فيه امل ان يعني ان ممكن تنجل انا كانوا بيسأولوني كمدير الاستخبارات من اللي جاي اقول لهم هم اللي جايين ده تقدير تقدير علمي في دوق ايه في دوق فهم والناس البسيطة جدا في مصر على مدى خمسين ستين سنة من التقديم السلبي والتقديم الخاطئ للحقيقة وبيقدم نفسهم عنه هم افاضل الناس يا اخي ده المنهج كذب المنهج فيه كذب يعني بقىش منهج كذب الكذب منهج خلوا الكذب منهج شرعانه الكذب شرعانه الايه انا مش بهاجم حد والله انا والله ببهاجم حد انا بوصف حد هاكن براحتك يا فر لا 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 حقك علينا التام لا 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 هنخش على النقطة دي في السياسات اللي احنا انتهجناها في الفترة دي مثلا انا بقى حاول الاولى وصف الواقع المصري في الوقت دوت للناس اللي ممكن تكون يا نسيت او ما كانتش مهتمة او كانت يعني حديثة السن ده اللي تعمل وفيه فرج انك تقوله وفرج انك تعيشه انك تقوله ممكن نوصف ونحكي كتير ونكتب كتب كمان وديبقى لكن انك تعيش ده كحالة بكل تفاصيلها وتبقى معلمها في وجدانك لانك انت بيطرى وطنك بلدك اهلك ناسك حيضيعوا منك حيضيعوا مننا حيضيعوا مننا بيدينا احنا وده كان اخطر حاجة في الفكرة فكرة الاسقاط والهدن بوسطة اهل البلد فاللي حصل ان هي مؤسسات الدولة كلها تم اسقاطها وابتدئ بقى نخش في 19 مارس الاعلان الدستوري والتعديلات الدستورية اللي تعملت والكلام اللي انتم عشتوا هو ده عبارة عن انك انت تسقط المؤسسات وتسقط الانظمة اللي انت كانت قائمة عليها الدولة بغض النظر عن عورها هنا اروح رابط الكلام بوزارة الداخلية انت بتتكلم على انك انت عايس عادة هيكلة وزارة الداخلية وانا بقول للوزارة الداخلية انا مع الفكر ايا دكتور ايوة انا مع عادة هيكلة كل حتة فيك يا ماصر ليه؟ التطوير التطوير جزء التطوير جزء من الحياة الانسانية ولو انت ما اعترفتش بيه وقريت على انك تعمله يبقى انت مش يعني مفردات الدنيا ما انتش تعرفها يعني تقول لو جيت قلت ايه مؤسسة الجيش خلاص كفاية كده مؤسسة القضاء كفاية كده مؤسسة الخارجية كفاية كده لو انت عشت بالفكرة دي كصانع ومتخذ قرار في وقت ما انت باللموازة بتتخلف عن مرحلة عصرك فالفكرة هنا مش فكرة نطلب شعبي لعادة هيكلة لا ده التطوير المستهدف لأي مؤسسة من مؤسسات البلد بغض النصر عن 2011 ده عمل لابد ان كل المختصين وكل المسؤولين يكونوا دايما شايفينه وبيجروا عليه وتطور النهاردة وتفكر في التطوير بكرة وتطور بكرة وتدور في التطوير بعد بكرة لكن لو توقفت على جمود بأدبيات انت كنت عايش بها من خمسين سنة على سبيل المثال وده النقطة اللي انا معرفش يا سامح حتلمي باقفز بينك وبين وزير الداخلي لما جاء الوزير السامح يعني كوزير الخارجية انا مكنش عارفه فعدنا عشان نتكلم على السياسة الخارجية المصرية ففي الوقت ده كانت الانطباع سلبي جدا عن الدولة المصرية مش بس عشان المحاولة الداعمة من جانب القوات المسلحة لإرادة الشعب المصري ولكن ده الانطباع اللي كان موجود انطباع سلبي جدا ثم بقيت الدولة غير مستقرة والاضطرابات فيها عالية جدا والأمن فيها مضطرب للغاية والأعمال الرهبية بتنسي حتك مش بس سينة لا ده في كل ده كان في السعيد موجود قاموا حرقوا 65 كنيسة ولا 70 مش كده قاموا حرقوا دول وقالوا أبراج الكهرباء ومحطات الكهرباء وأي حاجة قدروا يوصلوها عملوها فلما جي نتكلم احنا وسامح قلتلوا أسامح أنا أدبيات السياسة عندي مختلفة عن أدبيات السياسة الدولية من غير ما حد يزعي يعني اللي بيتم تدرسها في كلية السياسة والعلم الإقصابي ممكن الدكتور أهلا تزعل من الكلام ده قلتلوا لا لا وأنا عندي ثقة كبيرة جدا جدا في هذه الأدبيات والثقة دي نبع من قيم أخلاقية ودينية أنا بعتقد حتى لو كان النتائج هتبقى تجد مقاومة وعدم استعداد والممارسات مش ماشية فأقول لا احنا لا نتدخل في شؤون الآخرين لا نكون عامل هدم أو تخريب للدول لا يعني نكون عندنا استعداد للصبر الاستراتيجي في الأزمات والصراعات اللي ممكن تقابلنا لأن احنا دولة حنعيش زي كل الدول اللي لها أزمتها ولها مشاكلها فاحنا لا يمكن أبدا يكون أزمتنا واصراعاتنا تبقى حنتعامل معا بالصبر الاستراتيجي والأفكار ولكن أبدا مش هنخوش أنت تعمل بيانة رح نمطلع عليك بيانة مش ده اللي بيعملوه أنت تروح عمل طرد لسفير رح نبقى طرد لك سفير مش ده اللي بيعملوه لا احنا مش هنعمل كده خطس وبالتالي احنا حنعيد بناء السياسة المصرية على ثوابت هي مش 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 أدبيات السياسة القديمة الريادة والقيادة والكلام اللي بتحب تقولوا كلكم لا انت بتمارس سياسة 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 تعاون وتشارك مع الآخرين هتقول لي انت كلام ده كلام مثالي هقول لك والله النتائج قدامك هقول لك يا أحمد نتائج قدامك هل احنا اتكسبنا ثقة الآخرين اللي كده واللي كده فيه ثقة وفيه احترام شديد جدا فينا رغم ان احنا وقدراتنا كمكانة مش دول متقدمة اقتصاديا وعندها مقدرات لا احنا ظروفنا صعبة جدا ف ده كان الكلام اللي احنا بنتكلم فيه ومش بس كده وكان اعادة بناء الانتباع اعادة بناء الانتباع عن الدولة المصرية دي ده الاي كلمة بقولها لكم هنا يا جماعة علوان الانوت ده تحول لخطط وسياسات اتنفذت عايز ابن انتباع عن الداخلية الاقي عربية وكسرة في الشرعة الاقي فرد امن قاعد على الرصيف انا بقول كلام مزبوط يعني الاقي فرد امن مركزي قاعد على الرصيف وانا كنت الكلام ده لما اتكلم بالتلفون من استغربون اخلي الوزارة تدخلي في محمد فحمود تاني مش كده ده في 2013 ولا كده قلت اللي كان محمد ابراهيم قلت له نبينك كوزارة في الاكاديمية انت متبقاش فهم نفس البلد اللي اتعمل في مصر في 2011 ده عمل لابد تتخذ منه الدريس والعبر وتتحول كل الاجراءات اللي اتعملت ضد الدولة الى اجراءات مضادة ما تتكررش معها تاني يعني انا انزل احاصل مجلس الوزارة واحاصل البرلمان واحاصل المحكمة الدستورية وانا كنت مبالح بكلمكم بقولكم ان اللي كانوا بينزلوا الاشرار كانوا بينزلوهم بعشرين جنيه واشرير الترامدول انا كنت مديرلي استخبارات انا كنت مديرلي استخبارات وشايف كل حاجة بتتعمل في البلد يا الحمد كنت شايف بيعملوا ايه في البلد انت بقى في التلفزيون تشوف ايه تشوف مظاهرة فيها خمسين الف سبعين الف رأي عام الناس رفضة خدت بلك الشعب يريد ازاي ابنيلك الشعب يريد اسمعوا كلامي ازاي ابنيلك الشعب يريد شوفوا بيكوا كلكم ان اختزلتوا العلاقة اللي بيني وبينكم في فكرة ان انا موجود هنا يعني ده قيمة تجرحني اسمعوا كلامي لو سمعوا لكن لو انتم لو انتم حفظتم على بلدكم وهمتوها وكبرتوها مين موجود هنا مش مهم اسمعوا كلامي والله انا صادق معكم اسمعوا بس الكلام بس اسمعوا كلام اسمعوا الكلام بس المهمة هي تكمل المهمة هي تكمل اسمعوا اسمعوني طيب طب اسمعوني طيب طب سبحان الله استعزم حضراتكم استعزم حضراتكم كمل يا سيد الرئيس اسمعوا اسمعوا كلامي انا لما بقولي الكلام دوت بتستفقوا الاحداث ليه الفكرة اللي بيننا وبين بعضنا كاهل مصر هي ان تفضل مصر بقية تفضل بلدنا حية تفضل بلدنا قدام دايما تحلموا كده فنرجع ل فلما كلمنا في ده فقلنا عادة بناء الانطباع عادة بناء الانطباع معناه ان شكل الدولة المصرية لدى المواطن المصري لدى المواطن المصري تشعره بكلمة مهزبة يعني بالقلة بالايه؟ بالقلة فانت الناس يقولك ايه؟ اه فكان لابد ان كل فكرة تتعمل في الدولة المصرية تشعرك مش بالقلة بالعزة يبقى تلاقي مؤسساتك في المستوى اللي احنا عاملينه هنا ولا لا؟ طب تعملها ازاي من غير ما تاخد من الدكتور معايد فلوس مش هيديه؟ صحيح انا بكلمكم هم بقى ايه الفكرة بتيجي ازاي؟ ازاي اشككك عشان افرغلك من المضمون كل عمل طيب تعمله فيقولك ايه؟ خدوا في البازمة اللي انتوا فيها دي؟ ده عشان هم عملوا دي لان هو قاعد في مسلسل كذب وافتراء وبهتان لانه الله ده البلد حتقوم يا جماعة دول هينجحوا يا دكتور هينجحوا ده انتوا لازم تزودوا انتوا لازم تعرفوا ان خلال الشهرين تلتة رجال دول استعدوا لسيل من الاكاذيب والافتراءات؟ لا تتخيلوه لغاية الانتخابات طيب انا هقولكو بس طيب اسمعوا متخلوش ابدا انتبعاتكم وليدة اللحظة خلوا انتبعاتكم مستقرة خليكم اسمعوا مني خلوا انتبعاتكم دايما مستقرة وبعيدة المدى هرجع تاني للسياسة الخارجية واقول كنت اتمنى كنت اتمنى اه اه انا هقول انه طبعا طيب وأنا بس باتكلم في النقطة بتاعة الوزير السامح اتكلم فيها تقولي لي طب انت كنت راضي عن الإعلام وتناوله لمشاكلني مع الآخرين مية في المية ايه؟ لا أه لا بحب طولت اللسان ولا بحب الإساءة ولا بحب أبدا يعني انت تفضل تسقلي والطول اللسانك علي وانا سكت؟ ايه يعني انت تفضل تمكر بي وانا دافع؟ ايه كل ما تغضب تعمل ايه؟ نشتغل تشتغل اكتر كل ما تغضب تشتغل اكتر كل ما يجرحوك تشتغل اكتر كل ما يطويلو سنهم عليك تنجح اكتر حول حول الإساءة لوقود لنجاحك انت حتقض تشتغل في الإعلام وتقولو يا مش عارف في ايه لا 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 ده أنا ما لن أشوه لساني بالإساءة أبدا أبدا فكتنا بس مش قادر أقول كده أقول لهم يا جماعة ما حدش يسيق لخالص ما تتكلموش تتكلموا غير في قضاياكم ومشاكلكم ما تشتموش حد ما تبدوش على حد ما تسقوش لحد أمر غريب فكانت القضية بتاعت بناء الانطباع وعادة بناء مؤسسات الدولة بشكل مختلف عما كانت عليه بحيث يصعب على الأشرار كل الأشرار أنه هما يستهدفوها هو العنوان القدامي أنا أقول لكم حاجة الكل شارك الكل شارك في البناء والكل شارك في التضحيق يعني الكل شارك يعني يعني مؤسسات الدولة شاركت أنا أقول سامح أنت خفضت المرتبات كم مرة قول لناس خفض مرتبات وزارة الخارجية ثلاثة ولا أربعة حد يعرف كده إذن وزارة الخارجية سهمت بحاجة مؤسسات الدولة كلها بالكامل اشتغلت عشان تحل المسألة القوات المسلحة والداخلية دفع التمن كبير قوي الداخلية كانت بتعيد بناء نفسها وبتكافح الإرهاب كانت بتعيد بناء نفسها وكمان بتكافح الجريمة أنا والله والله العظيم أنا ما بدافع عن حد قد ما بقدم بقدم لكم الناس اللي هم أهلكم اللي عمل كده مش أنا ولا حتى محمود وزير الداخلية أو المجد عبغفار قبله أو محمد بريم قبله اللي عمل كده هم أهل أو أبناء وزارة الداخلية هم أبناء القوات المسلحة هم اللي دفعوا التمن داوت فعادة بناء الانطباع مع عادة بناء مؤسسات الدولة كانت فكرة عشان الشعور بالقلة يتراجع لدرجة أنتوا بس أنتوا نسيتوا في حدث كوفيد وما بعده أنتوا بتديتوا إيه تقيشوا حالة من الإيه يا دكتور سبعتاشر وطمنتاشر وتسعتاشر حالة من الإيه خلاص بقى بنجيب ستة وستة ونمو ومعدل نمو واقتصادنا قوي وبنبني العاصمة ومش دا اللي حصل ولانا غلطان فهم قدروا في خلال الفترة بتاعت كوفيد والثورة والحالة الاقتصاد دي إنه يعيدوا بناء حالة الإيه لتاني الإيه يا دكتور الإيه لتاني إحنا إحنا مش قليلين بالله المطلع علينا وعلى مصرنا وربانا يعيننا على كل التجيب ومش قليلين بيكم لا 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 بيكم بيكم انتوا يا مصريين اللي صامد اسمعوا 77 الرئيس السادات النقدي ونف Jean ونفغلي ح soandinav وكذلك مح projeto nyt پل على كل شي طوال نفغلي نفغلي صغر نفغلي 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 وبدأت صيادة المتصلة التحديد فسارة بلدنا الشعب الماضي المرور من الصعيد لما ستطروح أعونا كنزل لتكليل بديل ويزاجين يعني الشعب المسجار والناس المسجموية ويقول لكينا والشعب المعاد ويخف الملور والشعب الملور ويجاد ويجاد ف ف... ف... طيب انا كل اللي بعمله بعلق على الكلام بتاع الوزير سامح والوزير محمود ما عملتش حاج انا ما عملتش حاج انا بحكلكم انا بحك الحكاية عشان تعرفوا يعني ايه دولة عشان تعرفوا يا مصريين يعني ايه دولة عشان تعملوا ايه انا لو اعرفت الوحدي مش كفاية طيب اسمعوا بس طيب وهنا اللي بانى ربنا شوفوا انا ليه الشرف عظيم الشرف ان اقول اللي ساعد ربنا ويا رب يكمل ربنا ف... طيب طيب يعني هون ما استجبتش طيب طيب خلييني اكمل بس النقطة دي ده انا بقول لكم كلامة مهمة والله اوي كان مهمة اوي طيب 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 يعني احنا عاملين برنامج لا استأذنكم لا استامع لسيادة الرئيس طيب طيب كان مهم اوي ان احنا الصورة المهتزة عن الدولة المصرية تنتهي الصورة اللي تشكلت عن مصر في ازهان العالم خلال 2011 و12 و13 و14 تنتهي ويبقى فيه صورة اخرى لدولة قوية قادرة مختلفة وده كانت الفكرة كلها اللي انتوا اشتوها في التسع سنين اللي فاتت كانت كده ايد هتقاتل وتزبط وتسيطر وتمنع بفضل الله سبحانه وتعالا وبكل ما قطينا من من قدرة على ان احنا ما نتجوز ونظلم والله شاهد ثم ايد تانية بنفس القدرة بنفس القوة تشتغل وتبني وتعمر عشان نغير نغير الواقع القاسي المظلم اللي احنا كنا موجودين فيه نغيره نغيره وتبقى بلد تاليخ بيكم وبقى ابنائكم وبقى احفادكم ومحدش هيعرف يعملها غيركم انتم غيركم انتم صدقوني انا هارفين هتنجح ازاي هقولكو طيب هتنجح بالله سبحانه وتعالى وبتحملكم وملككم وصبركم والله العظيم انا 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 خوكم انا خوكم انا خوكم يعني طب انتم مش مستغربين ان في كل الدول اللي كان فيها ارهاب منجحش المقاومة او المكافعة منجحت انتم طب مش مستغربين طب هو انتم مش مستغربين ان كانت ايدي المعونة بتاعت ربنا كانت معنا ايدي ايه انا لي الشرف انه سعيدنا لي الشرف انه اكرمنا وبنقول لي يا رب كمل كرمك علينا شكرا سيادك الرئيس شكرا الحضور الكريم بذلك تنتهي جلس الدفاع والأمن القومي شكرا